يا مساء الفل والسعادة لكل اللي بيسمعني حالا بالا على هوا الراديو تسين سعين قبل مقام وحلقتنا ليوم السبت النهاردة الحقيقة هنتونس مع بعض في حكاوي كالعادة عن شخصيتنا المصرية لمة العيلة ودفع العيلة والغدوة اللي بتجمعنا بتعمل فرق كبير الحقيقة سوقي بسلم عليك من الاول كده ببعثلي المساجس لكن عايز اقول انه لمة العيلة مهمة جدا 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 فكرت وانا جاية النهاردة ومن عند اختي كبيرة وعملنا غده حلو بتاعه وعملنا بنام من ساعتها الحقيقة بشكرها على الغدوة الحلوة القلقاس يا مصريين بس انا مش عابل في نفسي كده تاني امدا قبل الهو يعني القلقاس ده الواحد يأكله وينام على طول فكرت ان احنا في شخصيتنا المصرية عندنا قول مأثور او مثل يقولك الخال والد والعم والد وبعدين تيجي تدور هل هو الخال الاخو الام يعني لا ممكن بيبقى نسبنا قربنا فيبقى خالي وعمي وعم الشغلانة وكده يعني احنا عندنا كمصريين حالة من الدفع والوانس والحلاوة واللطافة ذكرياتنا مع بيتي العيلة زمان حالة برضو بتعمل لنا حالة برضو من الوانس لما نقعد نفتكر واحنا قاعدين بناكل بنتفرج على الفيلم الفلاني واحنا قاعدين كنا عملين ندردش في الموضوع العلاني واحنا 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 كمان اشوف على سوشيال ميديا كوميكس يعني عارف تضرب لك مفكات بيبقى فهماها بيبقى حاسة ان هو ايه سم في عسل فيقولك ايه لا يا عم خالد الخال والد ايه والعم والد ايه لا خال ولا عم ولا سند الا صحتك وفلوسك ومش عارف ايه حاجات كده يعني اللي هو يضرب لك مفهوم الاسرة بشكل خارق ومن غير ما تاخد بالك لا طبعا الخال والد والعم والد والجد والجدة اب وام وولاد العموم وولاد الخلان اخوات دي مصر يعني ودي الاسرة الصغيرة جوه الاسرة الكبيرة اللي اسمها الشعب المصري تعالوا النهاردة نفتكر مع بعض اولا بيت العيلة واعداتنا الحلوة ونحمد ربنا على كل واحد فينا عنده عيلة مدفية وعملانه قلقس يعني وكمان عايز احكيلكم النهاردة في تاريخ الفن وتاريخ الشخصية المصرية اولا نجوم كتير ومبدعين كبار تأثير اللي حواليهم كان عليهم ازاي يعني الخل ده بالنسبة للابنة مثلا بيبقى غالبا بيبقى حبها الاولاني في افلام كتير تلاقي عبد السلام النابولسي خال البنات ويروحوا لما يبقوا جايل لهم عريس ولا حاجة يجيبوا من عنده العفش وياخدوا الكراسي وياخدوا مش عارف ايه كان الفيلم اسمه ايه مش فاكر يعني يومنا فاروق بقى تفكرنا الخل كده الخل الابنودي يعني هو ما هوش خالك ولا حاجة لكن هو بمنتجه الفني والابداعي بقى خالك لانه قريب منك وبيرشدك وبيدلك وبيحن عليك بكلامه وبمنتجه سامي العدل نفس الحكاية يعني حكايات كتيرة النهاردة في قد المقام عايزة افكركم بفقراتنا في قد المقام عندنا فقرة اول ديز اللي بنسمع فيها اغاني غربي اربعيناتي وخمسيناتي وستيناتي وبتطلبوها دايما طبعا لو عايزين نسمعها النهاردة ممكن كمان عندنا النهاردة بلايليست والفقرة دي بتبقى ثلاث اغنيات متتالية لمطرب او مطربة كبار من الزمن القديم كمان عندنا ايه بسانت عندنا ايه بسانت عندنا كمان فقرة مقامات احنا بنلعبها من غير ما بنشاور عليها لكن مقامات بنلعب فيها مجموعة تركات لموسيقار سواء مصري او عربي او اجنبي فعايزين تسمعوا النهاردة ثلاث تركات او اربع تركات ماكس كده لطيف من مقامات لموسيقار اسمه ايه انا معايا تليفون اهلا يا جورج ازايك اهلا حضرتك كيفان عامل ايه الحمد لله قل لي انت بتكلمني مصعيد مش كده ايه 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 مالك انت نيم ولا ايه لا لا مش نعم انا قلت بس غير ارادي اه نعم غير اللي اللي رادي عشان بيدي سادة صوت لا مش سامعة ايه ارادي والرادي وغيارت المحطة عشان بيدي سادة صوت ايه انا كمان سامعك سادة صوت على فكرة لا انا غيرت خلاص انا غيرت اه طيب قل لي ايه راك في موضوعنا النهاردة يا موضوع حضرتك ممتاز جدا ام اول حاجة بعد اجلك الجلجاس ده بنكلف عيد الغطاس ايه الجلجاس ده بنكلف عيد الغطاس الجلجاس تكلف عيد الغطاس طيب ايو طيب والدنيا تشتي كل سنة وانت طيب ايو ده كان من عشر تيام تقريبا كان ايام ساعة اخر اه ايو بس كل سنة وانت طيب يا جورج ايه رأيك في المقولة اللي بتقول الخال والد والعم والد وليه بنحاول اه دلوقتي ما احنا اش فاهمين الحكاية شخصينا او اصرايا بتقولك اللي مش فاهم ده هو ابرحته لكن احنا يعني في الصعيد مهتمين بالموضوع ده جدا جدا يعني في منتهى الامانة يعني انت وانا بحري يعني اتغيرت شوية مع النت ومعرفش ايه والحاجات دي بجيت زي اوروبا لكن احنا في الصعيد للمزال لا لا هو انت ليه مخليها احنا وانتم احنا احنا حاجة واحنا كلنا انا مقصود انا ااسس مقصود انا مقصود يعني البحري غير الصعيد اقصد لا احنا في بحري تمنم المنصورة واللي عندنا الخال والد جدا على فكرة ومش لازم يبقى اخو الام على فكرة خالص على فكرة لا انت بتقول كلام مش مزبوط يا جورج هو يمكن عندك في الصعيد بشكل اكبر ولسه لغاية النهار ده ممكن يكون عندنا في المنصورة بنقول او مش في المنصورة في دلتة بقى وفي بحري وفي اسكندرية لا عندنا ده لكن استخدام الانترنت بقى سواء في الصعيد او في الدلتة هو اللي ممكن يغيرلك المفهوم ده لانه بينزل كوميكس الولاد حتى الصغيرين يقولك لا الخال هو والد ولا العم والد والسند هو ايدك وفلوسك والكلام ده يعني لا ابدا ده الاعدافة معين الاعدافة معين حتى لو بناكل اكل بسيط مش من لازم يعني حتى لو بناكل مثلا اي اكل او اي لمة او اي محبة او اي ود اه حتى جراب او مش ترائب فيه قلسة وفيه مية سليمة وفيك ومحبة تتحسين ان حدث الجاعدة انت ليك بقى خال او ليك عم اه اه يعني تحكيني علنه اه ليه طبعا جراب كتير طبعا اه ليه اه ليه اه طبعا اه 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 ارتمت بهم يعني اثاروا فيك ازاي يعلموك حاجة يعني خالك ده علمك حاجة ومش لازم يبقى الاخ ام انت عندك في السعيد يقولك خالي مش لازم يبقى خالي خالي يعني او عم او اي مظلوق ده مين اللي عايز تقوله النهاردة انت خالي اللي برا يعني الاتنين اللي اصلوا خال جريب او خال حد بعتز بيه او عم بعتز بيه ام زي مين خاليا النهاردة نشكرهم على الهوى احنا تعلمنا منهم طبعا الاحترام خالك ده كان اسمه ايه عمك ده كان اسمه ايه اه خالي ده كان اسمه مينة مينة اه اه تمام تعلمت من خالك مينة ايه اتعلمت منه ان انا احترم الناسك وهيش ان انا احافظ على نفسي ان انا يعني ابدأ ماشي في وضع منظم اه يعني بعمل كل القراءة الكويسة لاخلاجة الجمهة حميدة ونوالي طبعا نوالتي يعني الاتنينة كل من المجموعة كلها يعني خلي بالك الخال اصله كمان بيبقى سنه قريب شوية لابن الاخت او بنت الاخت يعني بيبقى تقريبا الخال الصغير ده كمان بيبقى صحاب بيبقى ايه طبعا هما الكبار بيبقوا بيعلمون حاجات بس الاصغر بديبقى فعلا المصابقين ده اكتر صحيح اه ويأثر فيه جدا ايوه يأثر ويبقى كمان يعني بيبقى واخد اكتر من جدي اكتر من الكبار ايوه صح صح نورتني يا جورس نورتني بيبقى العفو انا كنت عايز اقول حاجة بعد اذنك بس بنفس الموضوع اه احنا بنوضي التحية طبعا للحالة كنت حدي وذكرت حدي لأستاذ ممدوح عبدالعليم ايوه طبعا وياريت حالة تكتعملين لانه ده عن دليل عفو الحديث ياريت امين حلقة عنه يعني حلقة عن ممدوح عبدالعليم ياريت ايوه ياريت ايوه حاضر عناية لك احنا بنحبه جدا يعني طبعا رفيع بيه اه وبعدين احنا بنوضي احنا بنوضي توم هانكس توم هانكس يممدوح عبدالعليم توم هانكس العرب العرب توم هانكس العرب ان هو روح في التهاية وكدا يعني عناية حاضر وانت طيب وانت طيب يا جورس مع السلام واحد تسين تسعة رقم الاسم اس اثنين تمنتاشر عشرة تمانية ستة وستين كل حد في حياتك يعمل لك جميل او يعمل لك معروف او يعلمك حاجة يعلمك صنع ايه يقول لك معلومة هو خالك وهو عمك وهو خالتك وهو عمتك ايوه والله يعني الحقيقة لما تيجي مثلا صوت ومكلسوم ومكلسوم اكتر من حد ساعده مكلسوم يعني غير طبعا والدها السيد ابراهيم البلتاجي طبعا مكتشفها الاول لتبناها لكن لو جيت قلت لك مثلا عز الدين يكن باشا هتقول ايه علاقة عز الدين يكن باشا بمكلسوم لما راحت مكلسوم عملت حفلة هناك وياه صغيرة اقامت ليلة الاسراء والمعرجم مش حفلة يعني اللي كان هو وقت الانشاد الديني في قصر عز الدين يكن باشا وسيدة القصر اهدت لها الاول مرة وهي طفلة صغيرة كده خاتم دهب وخادت كمان تلاتة جنيه مكلسوم وكانت الليلة دي بالنسبة لمكلسوم وهي طفلة يعني هي اللي خلتها قالت انا هاخد القرار او الانطلاق انطلاق كوكب الشرق وبعد كده طريقها كمل فالليلة دي والناس اللي قابلتهم في الليلة دي ما ده برضو عمي وده خالي على فكرة لانه ده عمل معروف فيها وشجعها وشجعتها سيدة قصر عز الدين يكن باشا اه علاوة بقى على الشيخ ابو العلام حمد ومجموعة عمل مكلسوم من احمد راميو وناجي وصوم باطي والاصابجي وكل من اشتغلت معاهم ما هو انت كمان فكرة الخال والعمة عندنا في مصر مش بس خالك وعامك لا ده بيساعدك ده بيعمل لك معروف ده اللي بيقولك لا اعمل الشغالات دي كده ده اللي يعلمك صناعيتك يعني كلنا يعني انا كبسانت كالي عمي بتاع الشغلانا وعمتي بتاع الشغلانا وخالي بتاع الشغلانا ومسلطن بقى شوي من اخبار قد المقام شوف بقى يا عم يقول لك ايه انه اول ايام معرض القاهرة الدولي الكتاب اللي كان ٢٥ يناير كان اول يوم اه تخيلوا بقى نسخة المبيعات اتباع كم كتاب سبعتاشر الف خمسمية واحد وعشرين نسخة ده في اول يوم بس. اه سبعتاشر الف خمسمية واحد وعشرين اللي يقولك المصيرين ما بيقروش اه. يعني مش عارفة ان الناس دي بتجيب الكلام ده منين. انا معي تليفون. الو. الو يا صماح الفل. صماح الفل يا استاذ احمد عامل ايه? والله الواحد عايات منكم وان حلقاتكم. والله العظيم بس الواحد يعني مش عارف يعني اتي يعني هقولك ايه? يعني الكفاة بس الخال عبر رحمان الابنودي وهو بيتكلم ده. اه طبعا الخال احنا عمالين نتكلم عن الخال والد فلما تسمع الخال الابنودي بيقولك اه حراج الجط وآآ وآآ يعني لازم اه هتكلم طبعا. لا والله يعني يعني كل اقدر اقوله يعني الله يرحمه وربنا يرحمه برحمته. الله يقدر ان انا اقوله له. والله العظيم يعني كلمات واداء ويعني الواحد يعني يحس يعني فيه مشاعرك يا تلعة جواه من جواه. اه صحيح. اه لك الخال والد. الخال والد طبعا والعم برضو والد. اه والصاحب اخ. والصاحب اخ برضو ويمكن كمان بيبقى اكتر من اخ. طبعا والجار. والجار طبعا. امال الناس عمالة تقولك لالاب ولا خال ولا عم ولا اي حاجة خالة. هو يعني عملا الواحد لما بيشوفها حتى موقف او كده فبيحكم بقى على كل اللي حواليه ان هما كلهم يشوفها بعض. اه طب وده غلط لان احنا كمصريين انت عارف ان احنا احنا عندنا في مصر بس اللي نقول الخال والد دي. ايوة عندنا. عندنا عشان احنا يعني كان يعني مدربيين حوالين بعض. بالزبط. ومدربيين مع بعض. العيلة. العيلة المصري. العيلة طبعا. وممكن خالك ده ما يبقاش خالك. ما يبقاش اخو يبقى النسيب قريب. اه يعني بص احمد ابو عزة مسلا بيقولك اه هو الوسطة لسلامة وفي نفس الوقت خال مراتي وهو اللي معلمه الشغلان. ايوة وكمان انا معايا برضو في الصنع يعني معايا اربع اخوات وانا شغل في وسطيهم. يعملون يعطيني اخوهم الصغير. ام. يعني المكانيكي وتلاتة نستاجين. انت بتشتغل فين يا عم احمد. انا شغل في النسيب. انا قلت لك عم احمد لوحدي كده. وانا والله يعني مش عارف ان انا خلاص انت خلاص ما انت بتتصل بنا فخلاص مع الوقت بقيت عم احمد. وانتي برضو استاذتنا برضو. لا عفو على دماغي احنا اخوات. الله يخليكي وانتي قبل اي حاجة انتي اختنا يعني حتى من غير ما نشوفك وانا اعرفك. بس انتي زي اختنا. القلوب مسلمة طبعا احنا بقلنا خمس سنين مع بعض على الهو. اه طبعا انا بسمعك كتير وكده بس ما كنت ما كنتش بعرف اوصل. معلش احنا يعني ده مسوق حظنا احنا نورتني جدا يا استاذ احمد. اه والله انت اللي بنوره دايما يعني اه بكلماتك ويعني البرنامج بتاعك دي جميل جدا الصراحة. ربنا يخليك انا متشكرة لك جدا ويعني مبسوطة ان انت مبسوط من البرنامج. لا والله العظيم تلاتة بجد يعني الواحد بيبقى تعبان ومعموم في الشغل ما بيسمع البرنامج ما بحسش بالشغل. والله العظيم تلاتة ما بحس بالشغل ولا بحس بتعب اليوم حتى. ربنا يخليك يا استاذ احمد. ربنا يخليك ويسعيدك. لا ربنا يخليك. نتحرمش منك. واحنا ما نتحرمش منك. اللهم امين يا رب. اللهم امين. ربنا يديه المعروف. ربنا يسعلك يا رب كده دايما في كل اوقات. شكرا انو انت جميعا. زي ما بتسعدينا. جميعا يا رب الله مامين. شكرا يا استاذ احمد. شكرا لك. وياري بقى تسمعينا حاجة بقى العم صالح جيد. حاضر اسمعك حاضر. مع اني انا عملت ده مبارح على فكرة او اه لانوا شخصية المعرض بس حاضر اسمعك. عناية. ماشي اللي انتش اخبر. عناية. ماشي. مع السلم. مع السلم. مع السلم. مع السلم. كلكم عايزين اه نختم بعبد الحليم اه قالو يا جمال. سلام عليكم. وعليكم السلامة الله وبركاته ازايك. الله يخليك الحمد لله. انت عارف ان انا عمري ما اخد مكالمة ابدا في اخر تلات دهاء في البرنامج دول بس انت قلتلي يا بسانت الخيل رزق. رزق. فخطفت قلبي. الله يخليك. او الله يقول لي يا جمال. اه الرزق اللي بقى. مم. وخاصة لما يكون اه الاخ الام يحبه بعض. مم. فده بيبقى رزق لمين? لابنائهم بقى. صح. تحس بقى ان العامة هنا بتبقى سطول الامة هنا بتبقى عامة. مم. بتبقى كنها بالزبط امه. مم. والخال بيبقى والد. طبعا. فهنا رزق من من للاولاد. لحقيقة. قالك لخال والعام. لا ده دول بقى اعتبر اه بعيدة عن كرة الارضية. انت قبل مرة تتصل بقى يا جمال صح? انا واعتبرها اعتبر تانية مرة بس اول مرة كانت من اه من زمان يعني. اه سنين بقى. اه ممكن. ده انت نورتني جدا جدا. واحلى ختام واحلى يعني مسك الختاب. الله يخلي. وزي كل ما في الاليوباية. مبارح كنا في الاليوباية عندكم وبنتكلم عن الاناطر الخيرية. طبعا الاناطر الخيرية دي. لو عندنا كمان اه محمد جراح كاتب واعلامي كبير كانت. طبعا لان اقصد انه ما كان قد المقام عندنا فقرة انت عارف بنروح لاماكن الاسرية والتاريخية ونحكي حكايات تاريخية. وقلنا الاناطر الخيرية كانت تصور فيها فيلم العوامة سبعين وتصور فيها خلي بالك من زوزو الغنوة الغنوة من الخوف كمان كان قريب منها ده اللي هي اليوب البالد. ايوة صح. اليوب البالد صح كده. نورتني يا جميع. ايوة استنى بقى اسمها قلمة ولا اللماء? لا. اه اسمها قلمة. قلمة. طبعا. احنا عملناها برضو في قد المقام. بس كواس انت ذكرتنا ان انا بعدي انت عارف انا بروح طريق المنصورة بعدي عليكم. فقولي يا اختي هي قلمة ولا قلمة? لا قلمة على طول. صحية قلمة. انا قولك كده. قلمة الشابة. نورت المحكامة شكرا. تسلمي. تسلم لي. تكلمني دايما. ان شاء الله. مع السلام. مع السلام. مع السلام. عايز اختم حلقتنا النهاردة عن شخصيتنا المصرية والخيل والد بها رسالة ريميرسي مايكل. عرفت اسمك يا مايكل. قالك الخيل والد والعم دم والعز ووطن. والعيلة واللمة والدفل اجتماعي اللي بجد مش بس. اه مش بتاع وسائل للتواصل الاجتماعي اللي هو رسالة لكل مناسبة. اه فهمت كمان دلوقتي ان الغربة مش انك تبقى بعيد او مسافر. الغربة انك ما تلاقيش حد تشاركه مشاعرك. تقوله اخبارك الوحشة قبل الحلوة. ما تلاقيش صحابك اهلك عائلتك هي دي الغربة. احنا كلنا سند ولطف وامان لبعض. حتى لو بنعافر والدنيا بتاخدنا شوية. لكن ملناش ملناش غير اهلنا وناسنا وبلدنا. سبقوا بقى من اللي بيقولك اه اه للخيل والد ولا العم والد.